فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان وصارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم نعم هذا من مزايا هذا الدين أنه حول أهل الأرض عربهم وعجمهم حولهم إلى أمة عظيمة قاهرة في الأرض يخافهم من بالأقطار بسبب تمسكهم بهذا الدين بهذا الدين وبهذه الأخلاق العظيمة فإذا ما تخلوا عنها أو عن بعضها حصل لهم من النقص ما يحصل وهذا الدين أنزله الله باللسان العربي فلابد أن يؤدى باللسان العربي ولذلك تعلم الأعاجم العربية وصاروا من أئمة العربية كسيب ويه وغيره من الأعاجم الذين تعلموا العربية وصاروا من أئمتها غالب أئمة اللغة العربية من الأعاجم تدل على أنه العاجم لا يبقون على عجمتهم ولو أسلموا إذا بقوا على عجمتهم فهذا نقص فلابد أن يتعلموا لغة هذا القرآن ولغة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا هذا الدين فهما صحيحا ويقوموا به قياما صحيحا ولذلك من أسلم منهم وتعلم العربية صار من أئمة اللغة العربية ومن أئمة الحديث وأئمة التفسير وأئمة العلم أما لو بقوا على أعجميتهم لصار فيهم نقص ولو كانوا مسلمين فالمسلم الأعجمي لا شك أنه أنقص من الأعجمي الذي تعلم اللغة العربية وبعد إسلامه وإيمانه نعم قال وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مدومة غيره لغير حاجة نعم كذلك كما ذكرنا أن لغة هذا الدين هي اللغة العربية الفصحة لذلك يجب أن يؤدى بها مهما أمكن في الخطب والكتابات والمحادثات يكون باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه ورسوله وردينه فيؤدى بها ولا يذهب إلى اللغة الأخرى إلا عند الضرورة وبقدرها أيضا بقدر الضرورة وإلا فإن البقى على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم العربية هذا نقص عظيم ولا يحصل به إبلاغ هذا الدين كما ينبغي لأن هذا الدين باللغة العربية وليس باللغة الأعجمية فلابد أن العالم المسلم أو من يريد الدخول في الإسلام لا بد أن يتعلم العربية ولا بد أن تكون العربية هي لغة التخاطب واللغة التعامل بين المسلمين في جميع أمورهم حتى في أمورهم الدنيوية تكون في المستشفيات في المطارات في كل مكان اللغة العربية التي هي سيدة اللغات فأما أن يكون العكس وأن تكون تدخل علينا العجمة تدخل علينا اللغات الأجنبية في بلادنا فهذا من الذلة بلا شك ومن تقليص هذا الدين لأن هذا الدين لا يؤدى إلا باللغة العربية ولذلك ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضر أعاجم أو أنها تلقى بالعربية وتترجم لهم بلغتهم فالأصل في تبليغ هذا الدين هو اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر